حضرتك وانت لاعب او مدرب تعرضت الانتقادات بطبيعة الحال كل اللعيبة حتى اعظم لعيبة في العالم بتتعرض الانتقادات كنت سعيد بتحس انه متدايق انه الكلام ده ظلم الكلام ده مش مظبوط الكلام ده مش صحيح دلوقتي حالك وانت في كرسي الاعلامي حاس انه الاعلام ممكن يكون مؤثر في لاعب ممكن يكون مؤثر في فريق ممكن يكون مؤثر في نالي او في كيان الاعلام مؤثر اعلام مؤثر بشكل كبير جدا جدا وكمان الاعتقادي الادارات النجحة هي اللي بتعرف تتعامل مع جزئية الاعلام بشكل ايجابي وبشكل احترافي بمعنى يعني وكلنا عارفين دلوقتي الاعلام ما بتكلمش على مصر بس بتكلم على الاعلام الرياضي في العالم كله الاندية المحترفة الكبيرة جدا عندها سيستم وعندها نظام كيف تتعامل مع الاعلام ومن هنا ممكن اخذك مثلا على سبيل المثال الانترون انت كنت عامله مثلا في المؤتمر الصحفي بتاع الدور المصري مش هتكلم على الديتيلز ولا موسيماني ولا هتكلم على جزئية الاعلام او الصحفيين الرياضين نوعية الاسئلة اللي بتتسير للموديل الفني والناس بتكتب عنوان مثلا موسيماني غاضب او تصريحات نارية من موسيماني لان انا في اعتقاد الشخصي ان الاسئلة برا نطاق برا نطاق المباراة بشكل كبير جدا برا نطاق الاسئلة المتوقعة انك بتسأل مدير فني الطبيعي مؤتمر الصحفي ثلاثة اربع اسئلة لكن انك تتدخل في جزئيات معينة انا باعتقدها دي جزء من ان الناس بتحب تاخد تريند ان الناس تحب يبقى الموضوع يطار بشكل او باخر او الموضوع يطار بان فلاني الفلاني او جريدة تكتب او صحف يكتب حاجة وتبقى محور كلامي النقص انا شايف ان دوت بقى في يمكن السنين الاخيرة بقى الهدف الاكبر بغض النظر انه بيأثر سلبيا على مين او بيأزمين او 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 فدي الجزء في اعتقد الشخصي السلب شوية في السوشيال ميديا او في الميديا بقى بموضوع النهاردة انه موسماني تسأل النهاردة عن كهربا وانه كهربا ما بيلعبش ليه او كهربا هيلعب او انت وعدت كهربا انه يلعب هل ده السؤال مش منطقي بعد هزم بلاش هشافه مش منطقي فاعتقدة يعني مفيش مثلا حد انشلوت هيخرج ولا مثلا انا هيبقى تخل قاعد وواحد صحف يقوله انت ما لعبتش هزرت ليه ولا يعني السؤال ما بيجيش كده او واحد يقوله طب انت كنت بتضغط وما ضغطتش ليه وبعدين هو هو ليه تشيلسي اخر ربع ساعة تراجع ولا يعني اسئلة كلها في وجهة نظر مش احترافية بالشكل الكامل بس لو تسمحنا نقشك معلش في الجزئة دا عشان دايق على فكرة انا اتفق محرك مليون في المياه ان في بعض الصحفين فعلا بيسألوا اسئلة احيانا خارج المنهج خارج المباراة وحتى فيما يتعلق بالفعية مثلا ممكن يسألوا مدرب انت الصفقة اللي جاي اللي عندك هتشتري مين دا سؤال خارج المنهج صحيح لكن لو سألت انا على اللعيب غايب او لعيب موجود فالطبيع ما هو دا المؤتمر الصحف لا طبيعي ما انا ممكن اقول او دا غايب ليه او هتشاركه ولا مش هتشاركه صحيح دا وارد لا انا ما تكلم وما تكلمش على كل الصحفين عشان الناس برضو ما تاخدش فكرة وخلي بالك الصحفي برضو هو عايز يشوف شغله وعايز يطلع حاجة ممكن تكون لها صادع معين لكن ادارة المؤتمر الصحفي لسه في الدور المصري عايزة تتنائز بشكل كويس بالنسبة للنهاردة اعتقد الموضوع يعني الموضوع برضو دا قال دا ما قالش طب هو قال وما قالش طب رد عليه كلها في اطار زي ما بقولك ان لسه ما وصلناش لدرجة الاحترافية الكاملية